السلام عليكم ورحمة الله نتحدث اليوم عن المعيار الطبوي الخاص بالاعاقة البصرية عندنا في الاعاقة البصرية احنا عارفين المشكلة في الاعاقة البصرية عدم قدرة المعاق بصرين على القراءة والكتابة والاستفادة طبعا من حصة البصر لو هو كفيف طبعا بيعتمد على طريقة دريل في القراءة والكتابة ولو هو ضعيف البصر طبعا بيحتاج بعضه لاشياء اخرى العاقة البصرية تؤثر طبعا في عندنا بتكون ازاي في فقد بصر تام مواصل مكتسب قبل سن الخامسة يعني هو اصلا قبل سن الخامسة جات له الفقد البصر التام في فقد بصر تام مكتسب بعد سن الخامسة طبعا بيختلف اللي فقد البصر قبل سن الخامسة غير اللي فقد البصر بعد سن الخامسة كمان عندنا في فقد بصر جزئي وراثي وفي فقد بصر جزئي مكتسب يعني الوراثي أثناء الحمل هو أو تولد وهو عنده فقد بصري وفي لا مكتسب بعد الولاد في ضعف بصر راثي وفي ضعف بصر مكتسب كل الفئات اللي احنا اتكلمنا عليها دي زي ما احنا قلنا هي تصنيفات للعارقة البصرية وبتختلف التصنيفات من بحث الى بحث اخر او من كتاب الى كتاب اخر ومرجع الى مرجع اخر طيب تصنيف العقل بصرية يمكن تصنيف العقل بصرية كمان على النحو التالي في كفيف وفي ضعيف البصر كفيف بالانجليز اسمه بلايند اذا ما احنا قلنا فيه ان هو ضعيف البصر لو عنده ضعف بصر بيبقى ان احنا نقول عليها مثلا طيب الكفيف هو الطفل اللي ازي فقد حصة البصر كليا ويعيش في ظلمة تامة ولا يعيش شيء ويحتاج الى اساليب تعليمية لا تعتمد على استخدام البصر ومنها طريقة بويل في الكواء والكتابة وطريقة طلع في الحساب اما ضعيف ضعف البصر عندنا هو الطفل الذي لديه فقد جزء في قوة الابصار تمنعه من متابعات الدراسة العادية ولكن باستخدام المعانات البصرية يمكن التعلم ترجمة نانسي قنقر